مشاهدين كما يظنوا معنا عبر الهاتف صفاء الفريجيا المتحدث باسم محافظة البصرة بداية سيد الفريجيا أهلا بك في حصادي هذه الليلة مواضيع كثير حول يعني فيروس كورونا يعني ماذا بشأن منفذ الشلامتة هل هناك نية لغلقه أسوة بباقي المنافذ التي أغلقت في العراق يعني هل لديكم إحصائيات أو معلومات لربما حول العائلة المحتجزة العراقية العائدة من الصين وإيران في الحجر الصحي تفضل حياكم الله وتحية طيب لكم والجميع المشاهدين وأكيد يعني هذا الموضوع هو من الضروري أن تقوم وسائل الإعلام بمعرفة حقيقة ما يدور في محافظة البصرة السيد محافظة البصرة المهندس أسعد العيداني وجه دائرة صحة البصرة ظهر اليوم يعني المنع التام بكل منافذ الخاصة بمداخل مدينة البصرة على اعتبار هناك منافذ مطلة على الجمهورية الإسلامية الإيران المجاور للجانب الإيراني تم غلقها وقبل قليل أيضا حسب توجيهات سيد محافظة البصرة كنت هناك في منفذ الشلامشة الحدودي وإدارة المنفذ وأيضا الجهات المعنية وأيضا هناك فريق طبي من دائرة صحة البصرة لتواجد بالمنفذ الآن التفاصيل اللي تخص هذا الموضوع يعني بصراحة وأقولها بكل ثقة هناك توجيه من دائرة صحة البصرة بعد اصدار رئيس اللجنة الأمنية العليا بهذا التوجيه كل الطاقات الأمنية وأيضا التوادر الطبية ربما توجهت هذه المفارز لفحص الوافدين العراقيين الذين كانوا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا هناك منع تام مؤقت لدخول المواطنين الإيرانيين إلى الأراضي العراقية يعني وأيضا قبل قليل كان معي السيد مدير دائرة صحة البصرة باتصال هاتفي أبلغني أن هناك جهود مكتفة حول المنافذ التي تخص محافظة البصرة سيد فريجي أضر المقاطعة هل هناك اشتباه عن وضع عائلة عراقية مكونة من أربعة أشخاص تحت الحجر الصحي في مستشفى البصرة العام هل لديك معلومة بشأن سألتك قبل قليل حول هذا الموضوع بصراحة وأقولها أمام كل أهم في العراق وأيضا كل شعبنا البصري السيد المحافظ المهندس أسعد العداني هو على كواصل كان مع الكوادر المعنية سواء كانت صحية أو الجهات المنافذ الحدودية لم تسجل أي حالة لحد الآن بحسب دائرة طحة البصرة بفيروس كورونا هناك عائلة ممكن أنه تم حجرها في مستشفى البصرة العام وهذه العائلة مجرد أنه تخضع للفحوصات فقط لا يوجد أي حال من الأحوال ولا يوجد أي موضوع من المواضيع سواء كان من الجانب الصحي أو من أي جواز أخرى تثبت أن هناك تسجيل حالة بإصابة مرض كورونا هذا الموضوع الحكومة المحلية بمستنفرة كل الملاكات الصحية بعدما وجه السيد المحافظ البصرة المحترم وبالتأكيد اليوم هذا الموضوع ساري المفعول ونحن لدينا أيضا لجانب من ديوان المحافظة تتابع أيضا عمل المنافذ وهذه اللجانب هي مرتبطة أيضا بالسيد المحافظ بشكل مباشر وهو أيضا يتابع بعد إصدار الأمر ظهر اليوم بالمنع الموقع لدخول المواطنين الإيرانيين على الأراضي العراقية طيب هناك تحذيرات سيد الفريجي هناك تحذيرات نيابية من رسو سفنتين صينية وكذلك يابانية تحمل لربما فيروس كورونا إلى موانئ البصرة يعني أعدكم معلومات حول هذا الموضوع أنا أتحدث لك على عمل الحكومة المحلية من الممكن بأن هناك تنسيق عالي بين دائرة الصحة على اعتبار هناك الصلاحيات انتقلت إلى حكومة البصرة المحلية دائرة صحة البصرة اليوم لها تنسيق مع كل الدوار المعنية ومع كل الشركات فبالتأكيد هناك تواصل مستمر بين صحة البصرة على اعتبار هذه الدائرة هي تعود الآن حسب قانون 21 معدل وحسب الصلاحيات التي نقلت قبل أيام تعود تحت إشراف حكومة البصرة المحلية فبالتأكيد هناك تنسيق مع شركة الموانئ العراقية وأيضا مع المنافذ الحدودية ومطار البصرة وهذه الأماكن التي ذكتها قبل قليل يعني كلها يوجد فيها كوادر طبية وكوادر صحية وأؤكد أن البصرة لم ولن تسجل في حالة بإصابة كورونا تطبيق إجراءات منح السلامة أو البراءة الصحية للسفن الواصلة لمنطقة الانتظار في خور عبد الله هل أنتم مشتركين في خلية الأزمة أم لربما الأمر منوط لجهة معينة دون محافظة البصرة قلت لك قبل قليل أن السيد مدير دائرة صحة البصرة الدكتور عباس التميني نعم بحسب توجيهات الحكومة المحلية وأيضا السيد المحافظ أسعد العيداني له تواصل مع كل المهندين على اعتبار هناك يعني خلية أزمة شكلتها دائرة صحة البصرة وأزم هو رئيس السلطة الإدارية المشرفة العام على كل دوائر البصرة وخاصة التي نقلت صلاحياتها إلى دوان المحافظة وبالتأكيد يعني هذا الموضوع يعني هو في طور المتابعة ولا يوجد أي خطر على المواطنين في محافظة البصرة سوى هذه العائلة التي تتواجد الآن في مستشفى البصرة العام وهي تحت الفحص وأيضا الحجر الصحي كما يعبرون عنه الأطباء المختصين هذا واحد الجانب الآخر أنه يعني هناك مخاوف ووسائل التواصل الاجتماعي ضجت بهذا الموضوع خاصة منذ صباح اليوم إلى هذه اللحظات لكن بالحقيقة وأنا أتحدث بأمانة أمام كل الجمهور العراقي والشعب البصري هذه المخاطر هي ليس كما يعبر بعض المدونين على صفحات التواصل لا توجد أي خطورة في هذا الحجم الموجود الآن على منصات التواصل الاجتماعي حدثنا عبر الهاتف فالمتحدث باسم محافظة البصرة السيد صفاء الفريجي شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة شكرا جزيلا لك